نتناول الآن النوع الرابع والأخير من قيود التسويات وهو الإرادات المستحقة Accrued Revenues الإرادات المستحقة تعني نقص الإرادات المحصلة في فترة زمنية عن الإرادات التي كان يجب أن تحصل خلال هذه الفترة أو الإرادات التي تخص الفترة أي أنها تعني النقص في الإرادات المحصلة فعلا أو الإرادات الفعلية عن الإرادات التي تخص الفترة وحيث أن هذه الإرادات حق للمنشأة على الغير فإن الحقوق على الغير تعامل معاملة الأصول ومن ثم فإن الإرادات المستحقة تعتبر أصل ويظهر هذا الأصل ضمن الأصول المتدولة في الميزانية نأخذ على ذلك مثال صفحة 135 قامت منشاة عبد الله بتأدية عمليات دعاية وإعلان بلغت 254 ألف ريال خلال العام نقدا وفي نهاية العام تبين أن هناك عمليات دعاية وإعلان قدمت لبعض العملاء بمبلغ قدره 10 ألف ريال إلا أن هذه الإرادات لم تحصل قيمتها بعد حتى 3012-22 يترتب على هذا أن هناك إراد دعاية وإعلان مستحق على الغير قدره 10 ألف ريال ويترتب على ذلك أيضا أن إرادات الدعاية والإعلان ليست مبلغ 254 التي تخص السنة وإنما الإراد الذي يخص السنة يساوي الإراد المحصل فعلا وهو 254 يضاف إليه الإراد المستحق الذي لم يحصل بعد وقدره 10 ألف إذن مجموع إرادات العام من إرادات الدعاية والإعلان تساوي 264 خلال العام يتم إثبات تحصيل هذه الإرادات بالطريقة العادية حيث أنه تم تحصيلها نقدا ثم في نهاية العام نحتاج لعمل قيد تسوية لإظهار الإراد المستحق إرادة الدعاية والإعلان المستحق وفي نفس الوقت زيادة الإراد الذي يخص السنة بدلا من 254 إلى 264 يتطلب ذلك أن يتم زيادة هذا الإراد بمبلغ 10 ألف هي نفسها الإراد المستحق ثم بعد ذلك يقفل الإراد الذي يخص السنة في حساب الأرباح والخسائر ويظهر الإراد المستحق ضمن الأصول في الميزانية نبدأ مع يوم تحصيل الإراد الإرادات حصلت خلال العام فإنها تسجل خلال العام الإرادات دائنة والصندوق لأن التحصيل كان نقدا يكون النقضية مدين أو الصندوق 254 إلى حساب إراد دعاية وإعلان ظهر دائنة لأنه إراد وبنفس المبلغ 254 إثبات تحصيل إراد دعاية وإعلان نقدا وهذا تم خلال العام لأن ذلك تم بأكثر من قيد مجموع كل هذه القيود 254 في نهاية العام نحتاج في قيد التسوية أولا إلى إجراء قيد التسوية يترتب عليه إظهار الإراد المستحق وقدره عشرة آلاف وفي نفس الوقت زيادة الإرادة الذي يخص السنة الإراد السنوي أو الذي يخص السنة نريد زيادته من 254 إلى 264 يعني نضيف عليه العشرة آلاف اللي هي الإراد المستحق لكي يتم ذلك فإنه في ضفطر اليومية الإراد دائن ولزيادة الإراد يصبح أيضا دائنا أما الإراد المستحق فهو أصل والأصل يظهر مدين إذن يظهر لدينا أصل هو إراد دعاية وإعلان مستحق ويظهر مدين بمبلغ العشرة آلاف المبلغ المستحق وفي نفس الوقت يظهر في الطرف الدائن إرادة دعاية والإعلان وهو إراد بنفس المبلغ عشرة آلاف إثبات إراد دعاية وإعلان مستحق يوم 3012 يترتب على هذا القيض ظهور أصل جديد وهو إرادة دعاية والإعلان المستحق وكذلك زيادة قيمة الإراد بدلا ما كان 254 أضيف إليها 10 فيصبح 264 نعيد ذلك بنقول أن هذا القيض ترتب عليه ظهور أصل جديد هو إرادة دعاية والإعلان المستحق بمبلغ عشرة آلاف ويظهر ضمن الأصول في الميزانية وكذلك تم زيادة إرادة دعاية والإعلان الفعلي بدلا ما كان 254 أصبح بالمبلغ الذي يخص السنة وهو 264 والذي سوف يظهر ضمن الإرادات في حساب الأرباح والخسائر وذلك من خلال قيد الإقفال فقيد الإقفال كما تعرفنا عليه في كل العمليات السابقة يقوم بإقفال المبلغ الذي يخص السنة سواء كان إراد أو مصروف في حساب الأرباح والخسائر وحيث أن الإراد دائن فإنه لإقفاله يصبح مدين إذن من حساب إرادة دعاية والإعلان أصبح مدين إلى حساب الأرباح والخسائر بالمبلغ السنوي وقدره 264 إقفال إرادة دعاية وإعلان في حساب الأرباح والخسائر يوم 3012 في نهاية العام عند تصوير الحسابات نجد أن لدينا حسابين حساب إرادة دعاية والإعلان وهو حساب إراد ولدينا حساب آخر هو حساب إرادة دعاية وإعلان مستحق وهذا يمثل أصل لأنه يمثل حقوق للمنشأة على الغير خلال العام تم تحصيل مبلغ 254 من حساب النقدية في نهاية العام تبين أن هناك 10 ألاف لم تحصل بعد هذه العشرة ألاف تمثل إرادة دعاية وإعلان مستحق تظهر أيضا في الجانب المدين لأنه أصل في حساب إرادة دعاية والإعلان مبلغ 10 ألاف إرادة دعاية وإعلان من حساب إرادة دعاية والإعلان إذا قمنا بترصيد الحسابات سنجد أن إرادة دعاية والإعلان أصبح 264 وليس 254 المتين أربعة وخمسين ده المحصل فعلا بينما أن العشرة ألاف تمثل الإرادة المستحق الذي لم يحصل بعده إذن هذا المبلغ هو الذي يظهر فيه حساب الأرباح والخسائر 264 وكذلك ظهر لدينا أصل جديد قدره 10 ألاف يمثل إرادة دعاية والإعلان المستحق وهو هذا الرصيد الذي يظهر ضمن الأصول في الميزانية بناء على ذلك فإن حساب الأرباح والخسائر يظهر به المصروفات والإرادات والميزانية يظهر بها الأصول والخصوم وحقوق الملكية في حساب الأرباح والخسائر يظهر لدينا إرادة دعاية وإعلان قدره 264 وهو المبلغ السنوي أما في الميزانية فهناك نقص في هذا الإراد الإراد الذي لم يحصل وقدره 10 ألاف يسمى إرادة دعاية وإعلان المستحق يظهر ضمن الأصول وتحديدا ضمن الأصول المتدولة بناء على ذلك ظهر في حساب الأرباح والخسائر المبلغ السنوي والنقص عن المبلغ السنوي ظهر ضمن الميزانية ضمن الأصول المتدولة ترجمة نانسي قنقر